بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري مهما كبرنا ومهما كانت لكل من اهتماماته الخاصة تبقى هي أختك الوحيدة التي لا تنشغل عنك أبدا وتسأل عنك كثيرا وتحاول أن تعرف ما هي أحوالك وما هي ظروفك الآن الأخت هذه الوردة التي خلقها الله سبحانه وتعالى على شكل إنسان التي تعتبر جزء من الروح وهي قطعة من القلب وهي البسم والنبض هي حبيبة أبيها ومستشارة أمها وأسرار أخوتها عندها أفضل صديق وجدته في حياتي هي أخت الغالية أستطيع أن أخبرها بجميع ما في قلبي بجميع همومي وأحزاني من دون أي خجل لأنها لا تشمت بك أبدا ولا تقول أني مشغولة ولا تتكبر عليك بكلامها بل تقف معك من البداية إلى النهاية قد يتخلى عنك الجميع ويتركك أقرب الناس لك ويجرحونك بقولهم بتصرفاتهم ولكن غاليتي وهي أختي أبدا لم تجرحني يوما وأنا الذي قد جرحتها كثيرا لم تؤذني يوما وأنا آذيتها كثيرا بسبب الظروف والأحوال بسبب الاهتمامات الكثيرة والصعبة تجبر في بعض الأحيان أن ترحل بعيدا ونتيجة الأعمال الكثيرة تنسى أن تحدثها وأن تتكلم معها وهي تبقى في كل غروب تبعث لله مكتوب تدعو وتقول يا رب يا علام الغيوب أحفظ لي أخي واحفظ له زوجته وعياله وعندما تعود تجدها في انتظارك دائما تسامحك وتعفو عنك وتتجاوز عن كل ما فعلته ما فعلته معها لأنها بأبسط عبارة الأخت هي الأم الثانية وأنت كيف هي علاقتك بأختك هل هي كذلك أم لا لنتكلم قليلا عن أفضل الأخوات في حياتنا في بيوتنا كيف يقمنا بمساعدتنا في كل شيء في كل شيء يضحين لأجل أخوتهم دائما وأبدا يضحين لأجل آبائهن وأمهاتهن دائما وأبدا الأخت هي الأم الثانية الأخت هي الوردة التي خلقها الله سبحانه وتعالى على هيئة إنسان برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقض الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر